بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن كيفية حسابات cash flow موجود في geometric series أو متوالية هندسية calculations involving geometric series يبقى في الحالة ديت لو انا خدت example معين pick up track big wheel modification cost التكلفة بتاعت التعديل 8000 دولار and is expected to last 6 year يعني العمر بتاعتها 6 سنوات with 1300 salvage value في النهاية خالص ببحها salvage value the maintenance cost is expected to be تكلفة الصيانة عبارة عن 1700 دولار بتزيد بمعدل 11% ايو عا تفتكر ان 11% دي هت سعر الفائد لا 11% اللي بيسموها common ratio اللي هو معدل الزيادة او المعامل بتاع المتوالية الهندسية بيرير determine the equivalent present worth of the modification and maintenance cost if the interest rate يبقى الinterest rate 8% لكن معدل geometric series الانكريزي بتاع geometric series 11% يبقى لما حبيت ارسم المسألة ديت انا عندي النهارده ال present value بتاعي 8000 وبعدين في 17000 هتزيد 11% يبقى ايسف 1700 زيد 11% ثم 11% تاني كأنها متولية هندسية بهذا الشكل وفي الاخر معدل البيع بتاعي صلب جبالي قيمة الخردة 1300 لو سماحت حفلي كلام ده إنه هو في البرزنت يساوي E يبقى أنا هجيب في البداية عندي القانون بتاعي طالما سعر الفايدة لا يساوي معدل الزيادة اللي عندي لإن سعر الفايدة عبارة عن 6% لكن الجيومتريك عبارة عن 11% يبقى المعادلة بتاعتي هتساوي LD في 1 زائد E على 1 زائد A الكل وتزبور N ناقص 1 يبقى في الحالة دي أقدر أجيب الفاكتورز اللي هو تضربه في D اللي عندي يطلع 1700 في الكلام ده ما تنساش الجزء اللي في الأول اللي هو النيجاتيف اللي عندي 18000 يبقى البي توتل بتاعتك يطلع بيساوي الرقم اللي عندي اللي هو 17305 يبقى الكاشفلو ديجروم جبنا الأول البي ديوتو الـ بالقانون اللي عندي يبقى نوات مفروض بنضرب فيه 1700 هنا هو 1700 في هذا الرقم أو في هذا الفاكتورز عشان تضرب الفاكتورز ده في 1700 يطلع الكلام ده والبي توتل عند بالنيجاتيف مش هتضرب بحاجة لأنه في آخر الشغل اللي عندي يبقى اللينير غريديونت تختلف عن الجومتريك غريديونت مسألة مهمة جدا calculate the value of g in the diagram below that would make the stream equivalent to dispersement stream if the interest rate بيساوي 12% برير يعني أنا عاوز أجيب معدل g يعني هنا في g وبعد أن زادت 2g وهكذا عاوز أجيب g دي بكام بحيث إن إراداتك بتساوي مصروفاتك يعني ال-inflow وال-outflow متساوي أفضل طريقة للحال إنك إنت تقف نوع وتاخد دول هنا كده في الحالة ديت هتاخد ال-6000 تضربهم في الفاكتور 600 600 to factor to find if given a given a وحسب سعر الفايدة اللي عندك 12% وتعد السنوات اللي عندك 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 وحسب السنوات اللي عندك إذا كان 8 سنين وتساوي تجيب الكلام ده هنا لو اعتبرت ال-g ديت رقم annual سابت يبقى في الحالة ديت في رقم اسمه g هيتضرب في الفاكتور to find b given a to find b given a إن اعتبرت هنا رقم سابت g g g g g وحسب سعر الفايدة اللي عندك 12% وتعد 1, 2, 3, 4 سنوات وبعدين ما تنساش زائد الزيادة هنا g بقت 2 g 3 g يبقى زيادة لعندك عبارة g في الفاكتور to find b given g وحسب i وحسب n اخش تيب وحسب الرقم وحسب تيب الرقم وحسب المجهول لعندي g يبقى g to find b given a لين دا اعتبرت annual وده g يطلع كل معلوم يبقى خش تيب وليجيب الرقم دا وخش تيب وليجيب دا يبقى كل معلوم مع دا g اقدر فنش وقدر اجيب g بتاع تيب الgradient بساوي الكلام خلي بالك there are specific steps which should be followed in order to avoid errors عشان ما تطلق برش لما تيجي draw cash flow diagram of the on the cash flow diagram determined by renumbering the cash flow diagram draw the cash flow diagram representing the desired equivalent cash flow set up and solve the equations والف شكر ونشوفكم على خير السلام عليكم